السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله نهارده اخوانا عزائه نتكلم عن مجموعة من الاحلام التي تدل على الحظ السعيد ان شاء الله اخوانا عزائه بعض الاحلام اللي هنتكلم عنها دي تبشر بالحظ السعيد ان شاء الله وفي منها احلام للرجال واحلام ايضا خاصة بالنساء وان شاء الله كلها علامات مفرحة جدا واحلام مفرحة جدا وناس كتيرة بتشوف الاحلام دي وبشراءات جميلة جدا من وراء رؤية هذه العلامات او هذه الاحلام فاللي يشوفوا الرؤية دي تيبشر بشارة خير ويستبشر خير كده ويعرف ان في فرح وفي خير قادم لي بازن الله هنتكلم عن العلامات بالتفصيل ولكن قبل ما نخشف تفاصيل الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الاشتراك ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولو حد عنده رؤية او حلم وحبيب فالسرعة ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نتوصل معا ونرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوالي عزاء من العلامات دي رؤية الحصان الابيض في المنام اخوالي عزاء الحصان الابيض في المنام رؤية مبشرة جدا ورؤية تدل على الحظ السعيد للرجال وللنساء فبالنسبة للنساء الحصان الابيض ممكن يرمز الى الانجاب وفي بعض الاحيان بيرمز الى الزواج لو الفتاة رأيت الحصان ده فدي اشارة الى زواج للفتاة ولو مرأة متزوجة رأيت الحصان اشارة الى خير والى انجاب باذن الله تعالى كمان اخوان عزاء رؤية شخص يساعدك في المنام ان فيه شخص يساعدك في المنام دي حاجة جميلة جدا وحاجة مبشرة جدا وحاجة تدل على ان ان شاء الله ربنا هيبعت لك ناس تخرجك من الهموم والمشاكل الانت فيها سواء الناس هتوقف معاك او هتساعدك في شيء معين ايضا اخوان عزائي رؤية الرجل الغريب في المنام والمرأة الغريبة في المنام يعني الرجل الغريب والمرأة الغريبة يعني انت تشوف رجل ما تعرفوش او امرأة ما تعرفاش ولا عمرك شفتها ولكن رأيتها في المنام وطبعا الرؤية دي رؤية خاصة بالرجال وبالنساء فعموما اه الرؤية دي مبشرة ولكن ان الاشخاص اللي انت تشوفهم يكونوا شكلهم حسن يعني شكلهم اه مفرح شكلهم كويس دي بشارة بازن الله ايضا اخوان عزائي رؤية التسليم في المنام ايه هو التسليم انك تشوف نفسك بتسلم على اشخاص في المنام طبعا اه لو بتشوف بتسلم مسلا على والدك اقارب ليك والاهل المجتمعين فدي بشارة وعلامة على ان في فرحة قادمة وفي حظ اه كويس في حياتك اه طيب واحدة ورأيت ان هي بتسلم على مسلا ابوها او حماها دي بشارة لها وعلامة على الفرج القريب وان هي ان شاء الله في حظ كويس في حياتك كمان اخوان عزائي رؤية السفر للعمرة اه ايه هو السفر للعمرة يعني الشخص يشوف نفسه ان هو مسلا في بلد اه اه مسلا ويسافر لبلد اخر عشان يعمل العمرة او ان هو بيجهز الاوراق بتاعته والشنط بتاعته عشان يسافر لقضاء العمرة فدي بشارة وعلامة على ان ان شاء الله في حاجة مفرحة جدا في حياة الشخص ده سواء الرجل او امرأة ايضا اه دعوة الفرح دعوة الفرح زي ما قلنا اخوان عزائي اشارة الى اخبار مفرحة قادمة في حياة الشخص سواء اللي شاف الرؤية دي اتراجل او امرأة دي بشارة وعلامة على ان في خبر مفرح قادم بازن الله دعوة الفرح زي مسلا رسالة قادمة لك الرسالة دي بتكون ان شاء الله آآ مفرح عليك آآ رسالة ممكن تحمل مسلا ان ان شاء الله هتتوظف او مسلا هتنتقل لمكان اخر آآ هتترقف شغلك مسلا ده بالنسبة للرجال بالنسبة ليه النساء الرسالة ديت بتكون بازن الله ارتباط او مسلا حمل قريب او انجاب بازن الله عموما رؤية دعوة الفرح دي رؤية مبشرة جدا وتدل على الحظ السعيد والبركة هو الفرح القادم ان شاء الله للرجال وللنساء ايضا اخواني عزائي من الرؤى المهمة جدا اللي احنا لازم نركز فيها ونخلي بالنا منها ولما نشوفها ما نقلقش منها رؤية تقبيل شخص في المنام او تقبيل الام او تقبيل المتوفي في المنام آآ طبعا اللي يشوف الرؤية ديت ممكن يقلق بالنسبة لتقليق آآ لتقبيل المتوفي ولكن هي رؤية جميلة جدا ومبشرة اما بالنسبة لرؤية تقبيل الام رؤية تقبيل الام دي اعلامة على ان ان شاء الله في فرحة قادمة في حياة الشخص ده آآ او علامة على مسلا ارتباط للفتاه العزباء او ان شاء الله حمل قريب او انجاب والله اعلى واعلم ولكن التقبيل في المنام رؤية جميلة جدا ولو الشخص زي ما قلنا بيقبل ميت ما يقلقش ولا يخاف خالص لانها رؤية مبشرة وممكن تكون بسبب دعوة دعيتها للميت او مثلا ان آآ اخرجت لي صدقة فبالتالي بتشوف نفسك بتقبله في المنام او هو بيقبلك في المنام دي آآ زي مكافأ كده زي بشارة عليك ان شاء الله كمان اخواني العزاء رؤية النحل في المنام او لدغة النحل في المنام دي علامة على الاخبار المفرحة القادمة ان شاء الله كمان لو الشخص شايف ان هو بياكل عسل النحل دي علامة على الحظ الصعيد والاخبار المفرحة ان شاء الله طيب شخص شايف نفسه ان هو مسلا بيشتري عسل نحل او بيوزع عسل نحل على الناس آآ كهدايا مسلا او ان هو بيبيع عسل النحل ده علامة على ان الشخص ده ربما يحصل على ترقية في شغله ده بالنسبة للرجال كذلك الامر النساء لما تشوف مسلا ان هي آآ في نحل بيعرسها ده ممكن اشارة الى انجاب او تحقيق امنية غالية كمان المرأة لو رأيت ان هي بتاكل عسل ده اخبار صارة قادمة يعني خبر مفرح ان شاء الله المرأة دي هتسمعوا كمان ان هي رأيت ان هي بتوزع العسل على قريبها او اخوتها مثلا في المنام او ناس موجودة حواليها وهي المسؤولة عن توزيع العسل دي بشارة وعلامة على ان ان شاء الله في مناسبة مفرحة قادمة والمناسبة دي هتخصها هي ان شاء الله ودي بشارة ودي اشارة الى الحظ السعيد والاخبار السارة والرزق الواسع بازن الله اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة